لكن برضو في أحداث أخرى عم بتمر في هذه الأيام موضوع الحرائق طبعا كتير ناس بتكلم عن تغير البيئة وأن الحرارة عم تزداد وأن التلوج في القطب عم بدوب وهذا رح يسبب خطر إلى آخره بس عم لاحظ حرائق في كل مكان وداما لما بيكتبوا لي أو بيتواصلوا معاي هل إحنا في آخر الأيام لربما إحنا في مبتدأ الأوجاع لكن خليني أحكيها بشكل إجابي صدقوني إحنا جايين على نهضة غير عادية جايين على انتعاش غير عادي الله رح يظهر نفسه بطريقة غير عادية كما كان في أعمال الرسل وأنا قوم عندما تتقدس الكنيسة والتوب وترجع للرب رح نشوف أمور خارقة أمور عظيمة جدا رح نشوف تأثير الكنيسة على هذا العالم بس من ناحية تانية إحنا منشعر منحس منتعاطف الجزائر عم بيصير فيها حرائق كثيرة والجزائر طبعا شمال أفريقيا اللي هي كانت مهد الحضارة المسيحية هي اللي جاء منها آباء الكنيسة الكثيرون واللي كانت فعلا بلدان كلها مسيحية لكنها تغيرت اليوم في حرائق كثيرة في الجزائر والحرائق عم تلتهم أراضي كثيرة وممتلكات كثيرة وخسارة مادية والأصعب والأهم طبعا خسارة الأرواح فقلوبنا مع شعب الجزائر وصلواتنا أيضا معهم الحرائق اللي عم بتسير في جبال القدس القدس طبعا مبنية على جبال عالية كما يقول الكتاب المقدس وهي واحدة من أجمل بقاع الأرض بتعرفوا الجبال حول القدس كلها جبال جميلة جدا أنا بشبهها لجبال سويسرا هذه الجبال أنا قضيت وقت فيها كنت أحب أمشي في الجبال أخذ خلوتي والصلاة في هذه المناطق اللي هي في غاية الجمال من روائع الجمال وجمال الروائع لكن الحرائق التهمت معظم هذه الجبال فخلينا نصل أيضا من أجل شعب القدس ومن أجل الأراضي المقدسة كذلك منسمع عن حرائق كثيرة في اليونان والحرائق اللي موجودة في كاليفونيا والحرائق اللي كانت في أستراليا وحرائق في كل مكان كأن الطبيعة غضبانة وكأن الدنيا مش مزبوطة عارف كانوا عم بتصير إشياء خارجة عن النورم خارجة عن الشيء المعتاد عاد عن الزلازل آخر زلزال يعني مش بس كان في زلزال من قبل فهيئة اللي راح ضحاياها أكتر من 200 ألف شخص يمكن وصل عدد لمئتين وخمسين أو أكتر مئتين وخمسين ألف وهاي في كمان زلزال وفوق الزلزال فيه الفيضانات اللي عم بتصير